اشتركوا في القناة في موقعكم فانه لا يشترط على الرجل اخذ موافقة الزوجة للزواج من ثانية فما هو الدليل على ذلك كما ذكرت الفتاوى التي قرأتها انها هي جزل الزوج اخفاء امر زوجه الثاني عن زوجته فكيف يعقل ان يكون ذلك في الدين وما هو الدليل على ذلك ففي النهاية سوف تكتشف الزوجة الامر لانها سوف تتساءل عن سبب غياب الزوج المتكرر ومن المؤكد ان ذلك سيوتر العلاقة بينهم وسأدي الى زرع الشك فينا اليس عدم الصدق مع الاخرين مخالف لتعليم الاسلام انا اعرف امرأة اشترطت في عقد زواجها انه ان تزوج زوجها عليها فلها الحق في الطلاق وقد وافق زوجها على ذلك فهل يعتبر هذا الشرط الساري المفغول طول فترة زواجهم هنا في واحد بعد سؤال انه اعرف الفتاة ويتابع الموقع ان الراجل لو حبي يتجوز على مراته مش شرط ياخد موافقتها وهو عايز دليل على الكلام ده وهل يجوز انه يخبي لو يتجوز عليها فبيسأل هل معقول يعني ده من الدين وإيه هو الدليل؟ والسؤال الثاني انه فيه واحد اشترطت على جوزها في عقد الجواز انه لو جوزها تجوز عليها فمن حقها الطلاق وهل الشرط ده جائز وساري المفغول خلينا نشوف الاجابة بداية ينبغي ان يعلم ان من وضع شرطا هو من يطالب بالدليل عليه فمن قال يشترط لمن اراد التزويج بزوجة اخر ثانية يشترط ان يخبر الاولى او زوجاته الاخريات فمن قال هذا هو المطالب بالدليل وليس من ينفي هذا الشرط لان من ينفي الشرط موافق للاصل فالاصل عدم الشرط وليس وجوده سيما قد نص الشارع على جملة شروط في الزواج ولما يذكر منها اخبار زوجته الاولى يعني اللي يقول ان اللي يتجوز على مراته شرط انه يخبر مراته قبل ما يتجوز هو اللي يجيب الدليل مش العكس فالاصل عدم الشرط وليس وجوده انك اعمل للاجابة وقد تزوج النبيه ولم ينقل انه كان يستأذن احد من نسائه وكذا اصحابه رضي الله عنهم تزوجوا وعددوا ولم ينقل عن احد منهم انه استأذن وهذا كاف في تقهير هذا الحكم شرعان يبقى الدليل انك مش شرط انك تغبر زوجتك الاولى انك هتتجوز عليها ان الرسول تجوز على النساء ولا مرة كان بيستأذنوا وكمان الصحابة تجوزوا وعددوا وطبعا دي سنة تقرارية يعني ونكمل الاجابة ونشوف بيقوله وقد سئلة اللجنة الدائمة للافتاء عن رضا الزوجة الاولى لمن اراد الزوج باخرى فأجابت ليس بفرض على الزوج اذ اراد ان يتزوج ثانية ان يرضي زوجته الاولى لكن من مكرم الاخلق وحسن العشرة ان يطيب خطرها بما يخفف عنها الالام التي هي من طبيعة النساء في مثل هذا الامر وذلك بالبشاشة وحسن اللقاء وجميل القول وبما تيصر من المال ان احتاج الرضا الى ذلك والاولى ان يخبرها ان يرضيها قبل ان يتزوج عليها لما يترتب عليه من مصالح حسنة وليكون الامر مقبولا لكن هذا ليس على سبيل الوجوب يبقى دلوقتي يقل لكنا دائمة للافتاء قالت انه ليس فرض ان الزوج اللي حابب يتجوز على امراته انها اترضى يعني توافق او ما توافقش ده حاجة اصلا مش مهمة انت عليك يا مسلم لما تحب تتجوز عليها انك تخفف عنها بس الالام طيب يعني حاجة غريبة جدا يا جماعة يعني هم عارفين ان شرع الله مؤلم للست فعشان يعني ما يعكنش على نفسه ويخفف عنها الالم يعني ممكن يقول لها ويعود بقى يحايلها ويرضيها بكلام كويس ولو حب كمان يديها فلوس لو اضطر يعني انا في حالة ترار بقديش فلوس عشان مصلحته طبعا وعشان يكمل الجوازة الثانية ونكمل الاجابة وقد سئل الشيخ ابن وسيمين رحمه الله إذا كان الرجل يريد ان يتزوج زوجة اخرى فهل يشترط ان يستأذن امرأة الاولى وما الحكم لو تزوج بدون علمها فاجاب رحمه الله اعتقد انه لو استأذن منها لابد ان يتزوج ولكن ليس من شرط النكاح ان يستأذن الزوجة الاولى بل حتى لو استأذنها وابد فله الحق ان يتزوج لكن مع هذا ارى انه ينبغى ان يشاورها ويقناحها حتى تقتنع بذلك وتطمئن ويبين العلة التي من اجلها يريد ان يتزوج فاذا جاءتها الزوجة الجديدة جاءتها وهي على اتمئنان بها وعلى علم بها وعلى رضا بها وحين اذن يمكن ان تعيش الزوجتان عيش حميدة بدون تنافر ولا تباغط من اجل مراعاة هذه الفوائد ينبغى ان يستأذنها ويخبرها اما ان يكون ذلك واجبا فليس بواجب يعني هنا سألوا الشيخ ابن عسايمين ان الرجل بيستأذن مراته ان يتجاوز عليها فرد قال لهم هو يستأذنها ما طبيعة هترفض يعني هي طبيعة هترفض لو حد قال له بعد اذنك ممكن راح تجاوز عليك هتقول لأ وقال كده ده اصلا مش شرط لو حاب يتجاوز عليها ان يستأذنها بس ممكن يقول لها من باب ايه ان يقناحها بأسبابه يعني ويتجاوز وهي مقتنع عشان لما الزوجة جديدة بقى تيجي عليهم يبقوا عايشتين في سعادة وتباته نبات وحاجات كده ويبقوا كده ايه حلوية فممكن يقول لها لكن لو رفضت ان يتجاوز عليها طز مش مشكلة يتجاوز هي مش واجب ان هي توافق يعني فسئل الشيخ لو اخفى عنها هذا الزواج فاجابه لا حرج عليها وده في فتاوي نور على الضرب موقع الشيخ ابن عسان اما قولك كيف يأتي الدين بمثل ذلك وانه ليس من الصدق فالجواب ان الزوج قد يخفي ذلك لعلمه ان زوجته الاولى لن تقبل بهذا الزواج ومعها المجتمع الذي ينكر هذا الحكم الشرعي ويتهم الزوج حين اقزن بالخيانة وعدم الوفاء لزوجته الاولى وغير ذلك من التهم الكثبة يعني لو الزوج اخفى عن مراته ان هيتجاوز عليها لا حرج يعني شرعا مسموح ولو حد قال ان ده مش من الصدق في العلاقة مع مراته وخصوصا طبعا المجتمعات المتحضرة يعني بيكون ده غير مقبول يعني حكم الشرعي ده غير مقبول وبيتهموا فيها الزوج بالخيانة وعدم الوفاء فالشيخ بيقول له كل الاتهمات دي ما تخافش منها دي اتهمات كذبة ونكمل الاجابة وبيقول وقد كان اخبار الزوجة الاولى في كثير من الاحيان سببا في الحق الدرر ببيت الزوج فيفضل الزوج اخفاء الامر حرصا منه على اسرته فسبب الاخفاء هو رد بعض المجتمعات لهذا الحكم الالهي لدرجة ان بعض الزوجات قد طرد بان يعاشر زوجها امرأة اخرى في الحرام ولا تزوج عليها فهذا الجهل من اكبر اسباب لجوء الزوج الى اخفاء الامر فاذا اخفاها عنها حرصا على مصلحتها ومصلح اولاده منها واسرته فما العيب في ذلك يبقى هنا يقول لك ان معظم الاحيان الزوجة لما بتعرف بتخرب الدنيا طبعا فوق دماغ الراجل فمن الحكمة طبعا انك تخبي عشان المصلحة وهنا بقى عندي سؤال ليه استأذن علي رسول الاسلام ورسول الاسلام رفض زواج علي من يعني على بنته فاطمة وقال ان فاطمة بيضعت مني وبيأزيها مقزاني ويروبها مقربني هل ده اعتراف من رسول الاسلام ان هذا الشرع مؤذي ليه ربنا بيشرعه وله هو شرع مؤذي وليه كمان من بداية الخلق يعني الخليقة ادم وحوى كانوا اتنين يعني ربنا ما خلقش الادم كذا حوى هو ادم واحد وحوى واحدة بالعكس يعني كان مفروض ربنا لو عنده مبدأ التعدد كان خلق ادم وحوات كتير عشان نسل لكن ربنا من الاول خلق ادم وحوى واحدة ودلوقتي السؤال اللي انا بسأله معاكم او بسيبه معاكم هل شرع الله مؤذي والتقي بكم في الحلقة القادمة من سين و جيم اشتركوا في القناة